السلام عليكم مرحباً بالجميع في فضل الفيديو الجديد اليوم في إطار فيديوهات ديداكتك لغة العربية استعداداً لمباراة تعليم فيديو اليوم سيكون حول مكون مشروع الوحدة وهو آخر مكون عندنا في هذه السلسلة بعدما قدرت القراءة، بعدما قدرت تواصل الشفاهي، الضواهر اللغوية وكذلك التعبير الكتابي اليوم مع مكون مهم جداً يسمى مكون جامع وهو مشروع الوحدة اليوم سنتحدثه كما جرت العادة عن الأهداف تعليمية هذه المكون يعني هذه المشروع الوحدة سنتحدثه على عدد الحصاص المدة الزمنية وكيف يكون في كل حصة وبطبيعة الحال، كما جرت العادة، سأخبركم هذا الشيء بالدليل في الكتاب المدرسي المتعلم هذه المستوى السادس بطبيعة الحال، ستطبع معي هذا الفيديو ان شاء الله حتى الأخير وسوف تفهم كل ما يتعلق بمشروع الوحدة إذن على بركة الله، سنبدأ بأهداف تعليمية الأهداف تعليمية يعني بشكل عام ديال مشروع الوحدة أولاً يشجع المتعلم على البحث والاتصال بمصادر المعلومات إذن المتعلم سوف يبحث، سوف يبحث، سوف يبحث عنه في طبيعة الحال، فهناك تنمى عنده واحد المهارة وهي المهارة ديال البحث والمهارة ديال الاتصال سوف يبحث عن المصادر المعلومات ثانياً، يعمق الفهم حول الموضوعات المرتبطة بالمجالات المدروسة كيف ما كتعرفوه في التعليم الإبتدائي التي تنمى الوحدات، لكن كل وحدة يكون حول مجال معين تقدر تكون حول مجال أسرة، تقدر تكون حول مجال تكنولوجيا حقوق الواجبات الى غير ذلك من المجالات أعطي المتعلم بحث في المجال المعين مثلاً التكنولوجيا فهذا المشروع الوحدة يجعل المتعلم يعمق الفهم حول ذلك المجال ثالثاً ينمي حيث التعاون والانتماء والمبادرة والمسؤولية طبعاً حيث التعاون لأننا نخدم في مجموعات واروح الانتماء يعني هذا المتعلم كينتامي الواحد الجماعة الواحد المجموعة يعني كي يكون تنافس عبر مجموعات وكذلك المبادرة والمسؤولية وذلك من خلال الأدوار اللي كتعطى المتعلم ثم أخيراً ينمي مهارات التفكير ابتكار تواصل والتعاون هذه المهارات كلها كينميها هذا المشروع الوحدة لذلك فهو واحد المكون اللي مهم جداً نظراً لهذه المهارات التي يعمل عليها أو ينميها لدى المتعلم مزيح إذن ندوزه إلى الشقة الثاني اللي هو الحصص كم عدد الحصص وشنوك يكون في كل حصة بالضبط ولكن قبل من ندوز العدد الحصص نذكركم أولاً بالمداد الزمنية اللي كي ندير المشروع الوحدة إذن بالنسبة للمشروع الوحدة ابتداء من المستوى الثاني ثاني 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 ثالث ترابع خامس سادس كتكون عندنا حصة في الأسبوع حصة واحدة فقط في الأسبوع وللمدى الزمني hurricane ثلاثين دقيقة و المشروع كامل ل الوحدة تكون في أربعة، فربعةелال الأسابيع الأسبوع الليل الاسبوع الثاني اسبوع الثالث ولالأسبوع الرابع هذا كامل نديرو فيه مشروع واحد فقط لأن虎 نديروك من جديد أن مشروع أسمى لidayه في الوحدة بأكمالها تكون ثلاثين دقيقة في الأسبوع الآن سنعود إلى هذا الحصص كيف تتوزع هذا الحصص الأربعة إذا كما تلاحظوا هنا فأنا عندي أربعة الحصص موزعة على الشكل التالي إذا الحصص الأولى العنوان ديالها هو تحديد المشروع والتخطيط له مدة الزمنية ديالها هي 30 دقيقة أولا كتبتها بوضعية الانتلاق كيف يكون في وضعية الانتلاق؟ هي عبارة عن تمهيد أولا كنت ذكرت له مجال الوحدة ونذكرهم كذلك ما هو مشروع الوحدة ونعطيهم الغاية أو الهدف من هذا المشروع يعني نحاول ندللهم واحد تقديم أو واحد تمهيد عام حول مشروع الوحدة ثم نبدأ في التخطيط التخطيط ماذا يكون فيه؟ أولا نختار المواضع التي سنخدمون عليها مثلا نريد أن نخدموا على موضوع التكنولوجيا والاختراعات ثم نختار المواضع بالضبط ما هو أنواع الاختراعات؟ ندروا توزيع الأدوار أولا بعدها فتوزيع الأدوار يكون في مجموعة يعني نحاول نقسم المجموعة إلى مجموعة صغيرة لا تتعدى خمسة أفراد خمسة إلى ستة أفراد نخدمه كذلك على طريقة العمال المراحل كيف ستكون هذه المراحل لوقت الوقت ثم ستحتاج للمساطر عن المساطر في الخطيط في الخطيط في الخطيط في الخطيط في الخطيط الأولى يعني هنا يخدموا فكرة عامة على خطة العمل كيف تكون؟ ماذي بعد أن نخدمي الخطيط الأولى سنخدمي الأسبوع و لا نحصل لالأسبوع و نحصل لأسبوع و نصل إلى الحصة الثانية و نترجم العنوان وبدء في الإنجاز كذلك في مدى الزمان 30 دقيق أولا نبدأ بوضعيات الانتلاق دائما في أي درس نبدأ بوضعيات الانتلاق هنا وضعيات الانتلاق ستكون عبارة عن تذكير تذكير بماذا؟ تذكير بما جاء في الحصة الأولى نذكره بعنوان المشروع نذكره بالخطة العمل نذكره بالتوزيع كيف سيكون المواضيع نذكره بكل ما جاء في الحصة الأولى ثم نبدأ في الإنجاز نبدأ في الإنجاز أولا المناقشة كل مجموعة ستنقش معنا المعلومات أو الصور التي أحضرتها من أجل هذا العمل ثم نختاره الاختيار المناسب لموضوع المشروع انتلاقا من هذه الاختيارات المجموعة نبدأ في الإنجاز ومن بعد ستنقش ونذهب إلى الأسبوع الثالث ونذهب إلى الحصة الثالثة لمدة الزمانية حصة الثالثة تتمت الإنجاز نكمل في الحصة الثالثة كيف يكون في الحصة الثالثة؟ أولا نبدأ بالتمهيد أولا نداز مباشرة لتقاسم الأعمال المنجازة داخل كل مجموعة لتقاسم الأعمال التي تقوموا بها ومقارنة مع الحصة الثالثة نرى إذا كان هناك شيء تعديل شيء تنقيح شيء تصحيح شيء إضافة شيء حدث يعني يديروا بعض التعديلات على العمل ثم هنا في الأخير نديروا وضع الإخراج نهائي للمشروع وخطة العرض هنا نديروا واحد الإخراج نهائي نحاولوا نديروا واحد العرض نهائي لأنه في الحصة الرابعة لم يبقى لدينا مجال الإنجاز يكون لدينا العرض يعني خاصة المشروع دينا يكون مشروع لواجد مباشرة ثم نمشي إلى الحصة الرابعة لتوقيت ديالها وثلاثين دقيقة والحصة الأخيرة كتكون ديال العرض إذن عرض المشاريع النهائية كل مجموعة كتعرض علينا المشاريع ديالها النهائية والعرض رأك يكون فيه بزاف ديال الطرق يمكن يكون عرض شفاهي يعني واحد مجموعة بغدره العرض شفاهي فقط يعني ما تحدث لنا باللغة العربية عن هذوك الإنجازات اللي داره عن مثلا أنواع التكنولوجيا أنواع الإختراعات ما يتحدثون لنا مثلا عن الهاتف ما هو إختراع العاتف ما هو السلبيات دياله ما هو الإيجابية إمتى تختارع ما يختارعه وإلى غير ذلك كين اللي غايد يدر لنا العرض على شكل صور ملصقات كين اللي غايدر لنا العرض كذلك على مستوى على شكل فيديو كين اللي غايدر لنا العرض على شكل مثلا عرض وكيفاش غايدر العرض ينرفعنا العرض يختلفوا من المجموعة إلى أخرى وبطبيعة حال يكون لنا واحد العرض اللي يكون عبارة عن ملصق واللغة تصدقوه في المجلة الحائطية المختصة بمشروع الوحدة يكون في مشروع الوحدة يكون هناك أربعة الحصص 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 تحديد المشروع والتخطيط ثاني البدء في الإنجاز ثالثة تتمت الإنجاز والرابعة العرض لكي أخبركم بسرعة في الكتاب المدرسي هذا هو الكتاب المدرسي هناك مشروع الوحدة الثالثة من المستوى السلس ابتدائي في الموضوع المشروع سوف نقوم بعمل أهم الإختراعات العلمية والتكنولوجية ونكتبه في قرالة هذا موضوع المشروع هذا ما سوف نقول لهم في التمهيد الأول قبل التخطيط هنا سوف نقوم بعمل وسائل ثم سوف نقوم بعمل المراحل كما قلت لكم يكون هناك أربعة المراحل كل مرحلة في أسبوع وكل مرحلة المددلات 30 ها من جيد أولا تحديد المشروع وتخطيطهم حيث لا سوف نتجعل لذلك ثم نبدأ في الإنجاز الثالثة ثم تخطيط ثم تخطيط وغالي أعرض مع جمعات القسم ثم تقسم مع جميع تلاميذ القسم وكذا هناك من المشروع الوحدة سوف نضيف فيديو لغة العربية سوف نضيف فيديو الصباح استماع والتحدث يجب أن نضيف فيديوه لأنه مكونات مهمة وثمان المعلومات سوف نضيف استماع والتحدث سوف نضيف مكونات لغة فرنسية ومعوا اللغة الفرنسية تسنوني فيديو جديد إن شاء الله اللي سيكون في الأيام القليلة المقبلة نغت من التوفيق للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته